هكذا كانت الأجواء هنا في مقاري قوات اليونيفل في النقورة جنوبي لبنان صفارات انذار تزيد من توتر الأجواء تزامنا مع وصول وفد برلماني لبناني لبحث تجديد عمل القوات الدولية على الخط الأزرق المشتعل منذ الثامن من أكتوبر الماضي واصل قوات حفظ السلام تنفيذ التفويض الذي كلفنا به مجلس الأمن بمجرب القرار 1701 لقد طلبت الحكومة اللبنانية تجديد ولايتنا وستجرى هذه المناقشات في مجلس الأمن قلال الأشهر المقبلة وفي نهاية شهر أغسطس سنرى ذلك في هذا الاجتماع تطلب الحكومة اللبنانية تجديد ولاية اليونيفل لعام إضافي وهو ما جارت العادة عليه منذ عام 2006 في عقاب عدوان إسرائيل على لبنان في يوليو ذلك العام إلا أن طلب التجديد اليوم يأتي في ذربة التوترات بين حزب الله وإسرائيل التي تنفذ آلاف الخروق للقرار 1701 بحسب وفد لجنة الشؤون الخارجية النيابية موعد التجديد لقوات حفظ السلام بعد تصاعد الأمال الأدوانية الإسرائيلية والخرق المتواصل 1701 خلال السنوات الماضية من خلال ألاف الطلعات الجوية والخرقات البرية والجوية والبحرية وخطف المزارعين اللبنانيين وغيرها الكثير من الأتداءات التي أحصتها التقارير الصادرة على الأمم المتحدة مع بدء عدن تنازلي يفصل اللبنان عن قرار مجلس الأمن الدولي بالتجديد لقوات اليونيفل تظل الأنظر مركزة على جبهة تشهد مواجهة عسكرية قد تؤثر على صيغة قرار التجديد وهو ما تخشاه أوساط حكومية اعتداءات إسرائيلية مكثفة مع اقتراب تجديد ولاية أخرى لقوات الأمم المتحدة في الجنوب تدفع لبنانا للتمسك بضرورة بقاء قوات اليونيفل بشكل يضمن الاستقرار على طول الخط الأزرق هذه نماسة العربي من مقر قيادة اليونيفل النقورة